بادرت العديد من المحال التجارية بإفراغ البضائع الإسرائيلية عن رفوفها وأنتم مشاهدين بادرتم أيضا بإفراغ منازلكم منها ليوجه الاعتمام الآن إلى دعم المنتج الوطني وهذا موضوع يستمر طرح بشكل متواصل ومنهجي حتى يتحول هذا الفعل المقاوم إلى ثقافة وطنية السؤال المشروع الآن هو عن جودة المنتج الوطني البديل نتحدث عن هذا الموضوع مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد لصناعات الغذائية السيد بسام والويل أهلا وسهلا فيك أهلا بك الله خليك صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين في الوطن والشتات صباح الخير لغزة ورحم الله شهدانا وأشافى جرحانا إن شاء الله وفكى أسرانا إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله بداية إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع دور اتحاد الصناعات الغذائية في الوقت الذي يتزايد أو يتصاعد فيه الحديث عن مقاطعة البضائع الإسرائيلية يعني الاتحاد أولا هو يعني بدوم فيه عضويته حوالي 300 شركة صناعات غذائية في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة وطبعا هو من خلينا نقول أكبر الاتحادات النوعية الموجودة في فلسطين بعد الرخام والحجر اليوم هذا الكطاع يعني مستثمر فيه حوالي تكريبا 700 إلى 800 مليون دولار ويشغل عشرات الألوف من العمال والموظفين قطاع واعد جدا جدا الصناع الغذائي الفلسطيني خلال الفترات السابقة عم تشهد تطور كبير جدا في موضوع خلال جودة الفلسطينية وحقيقة يعني المنتج الوطني يعني بس نصلح هون مش لازم يكون هو البديل يعني للمنتج الإسرائيلي يجب يكون المنتج الإسرائيلي والمستورد هو بديل إلنا يعني الأساس في المستهلك الفلسطيني يجب أن نركز على المنتج الوطني يعني اليوم إحنا في اتحاد الصناعات الغذائية شركاتنا صدرت يعني على أوروبا وأمريكا في العام الماضي وعلى دول العربية وإسلامية ما قيمته حوالي 180 مليون دولار والذي نعتبر إحنا حالنا أكبر ثاني مصدر بعد الرخام والحجر في فلسطين وبالتالي إذا كانت البضاعة الفلسطينية استطاعت أن تقابل المواصفات والمعايير العالمية والأوروبية والأمريكية إذن بضاعتنا بالناحية الجودة لم يعد فيها نقاش الآن يعني كان هذا ممكن مع عشر سنوات يعني الجودة اليوم إذا المستهلك الأوروبي بيستهلكها وإحنا بنقدر ندخلها ضمن المعايير الأوروبية لأنه في عنا حوالي في الاتحاد العام للصناعات بشكل عام حوالي 150 شركة محى شهادات الجودة العالمية وعنا عشرات الشركات محى شهادة الجودة العالمية بصناعات غذائية وفي عنا كمان العشرات بالجودة الفلسطينية يعني الجودة الفلسطينية اليوم ليست محل يعني النقاش في هذا الموضوع النقطة الثانية البضائع مثلا لو نيجبنا نحاكم البضائع الفاسد اللي بتيجي على البلد من مستورد يعني 99% من البضائع اللي بتضبطها الحكومة في مختبراتها العامة هي بضاعة مستوردة أو بضاعة من إسرائيل وليست بضاعة فلسطينية فلسطينية ليه؟ لأنه البضاعة الفلسطينية خاصة الغذائية فيه ثلاث جهات أو أربع جهات ركبية نقدر نقول إحنا كاتحاد أول جهة نراكب على هذا وبنعزز الجودة وعندنا مشاريع كبيرة جدا لتعزيز الجودة اثنين أن وزارة الصحة تراكب على هذه الصناعة الغذائية عندنا المواصفات والمعايير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ثلاث جهات ركبية تراكب عليه ولكن المنتج المستورد أو الإسرائيلي بدخل كاعدة وبطلع زي ما بده محده براكب عليه نعم رح نحكي بتفاصيل أكثر عن الفرق بين حماية المستهلك دارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وأيضا بين عمل الاتحاد لكن بدي أرجع لموضوع الثقة بدي أرجع لموضوع الجودة يعني هناك أزمة ثقة يمكن لدى المواطنين لسه أنه يعني هي أزمة مش متعلقة فقط بالمنتج الوطني هي عقدة تتعلق بأنه دائما الغرب أفضل أو الشيء الأجنبي عنه أفضل كيف نعزز هذه الثقة؟ كيف نعمل على بناء الثقة بين المنتج الوطني بين المؤسسة الوطنية التي تنتج هذا المنتج وبين المستهلك؟ أولا في شغلة يعني بدنا ننظر الموضوع يعني أنا ما بدي تكون هاي الحملات هي مؤكدة عشان شوفنا صور الأطفال والجرائم الاحتلال وهذا العدو في كطاع غزة وإنما يعني هذا احتلال ما ياخد الأرض وبدو هود الكدس وبيعتد على المكدسات الإسلامية والمسيحية وبيعطي كله أولادنا وبيكلع الشجر وبيكلع كذا واحتلال مجرم بكل ما في المكاييس مش معقول إني أنا يعني بتدقني على الشعب الفلسطيني إنه يستهلك البضاعة الوطنية ويتركوا من البضاعة الإسرائيلية مش معقول ما هو يعني هذا واجب يعني هذا هذا لازم هو يشعر فيه المواطن صحيب أنا بتدروحك أقنع يعني واحد من أمريكا واحد من أوروبا واحد من يعني دول يعني طبع بس هو الفكرة أنه يعني عفواً دعونا أكمل لك بس هذه النقطة الأولى النقطة الثانية كيف إحنا منعزز إحنا صواتنا عالي وجوز من المعوقات اللي بتحكي عنها يعني حكيت كانوا إياكي فيها قبل المهما مش إنه تعايق يعني وزارة التربية والتعليم ليش يعني في المناهج في رياض الأطفال في المناهج الابتدائي والإعدادي والثنوي والجامعة ليش ما بدخلش المنتج الوطني جزء من هذه المنتجات يعني جزء من الحالات وجزء من الأسئلة ندمج يعني في المنهاج المنتج الوطني وتعزيز إسرائيل لما احتلتنا سبعة وستين ما كانش في عيشتها في عنا صناعة أحنا يعني وبالتالي أصبح المستهنك متعود بداش نقول وبالتالي خلقة إسرائيل عنده ثقافي ثقافي في منتجها إنه منتجها كويس ومحترم لا لا إسرائيل مش هي سوبر ستار ولا سوبر يعني إحنا بعننا ماكينات حديثة إحنا بنستورد مواد خام من محل ما بتستورد إسرائيل من العالم كل ياته إحنا قادرين عنا كفاءات وعندنا ناس عندها قدرات عالي جدا استطاعت أن تقيم دول هذا الشعب وبالتالي عنا إحنا منتجات بتنافس الإسرائيليين سواء كانت بالجودي ولا بالسعر شو المشكلة يعني هلأ هاي موجود عنا الألبان هاي موجود عنا الصناعة الوطنية أنا بدي أي جهة محايدة فلسطينية وغير فلسطينية تأخذ عين إسرائيلية وعين فلسطينية وتفحصها وتشوف شو هالفريق الكبير ولكن ما بدنا إحنا نستسلم بس نقول إنه يعني إحنا هلأ إذا يعني استهلكنا المنتج الوطني شو يعني أوكي هذي أولا أولا هذا رب على جرائم الاحتلال إنه خلين نأخذه من جانب وطني إثنين إحنا بنكبر الصناعة يعني اليوم الصناعة الفلسطينية من سنة الألفين لليوم في تراجع تراجع التسعة في المية أنا ده برجع الصناعة زي ما كانت يعني وهذه مناشد لكل المسؤولين في الحكومة وللأخ الرئيس كمان الصناعة بقول لهم إنه فيها وضع صعب من سنة الألفين لليوم تراجع التسعة في المية إذا برجع التسعة في المية في هذا الظرف أنا هلأ أنا بوظف خمسين ألف أنا بوظف خمسين ألف عامل وموظفي إذن أنا بحاول أقضع البطالة هذا اليوم ما تخنى للقضاء البطالي والفكر اللي هو الموضوع الزراعي والموضوع الصناعي هذول يستطيعوا استيعاب الموظفين والعمال والخريجين بشكل كبير جدا وبالتالي لا أرأ أنا دولة فلسطينية دون اقتصاد كبير يعتمد أساسا على الصناعة وعلى الزراعة وعلى التصنيع الزراعي الصناعي هذا كلام إحنا كراسمين يعني راسمين السياسات الاقتصادية والمالية في البلد هم تطلع عليه لأنه إحنا ما بصير نعمل بهذه الطريقة يعني كمان هناك حاجة سيد بسام بالحديث فضلت وتحدثت أنه المنتج الفلسطيني وصل تصديره أيضا إلى كميات كبيرة في الوطن العربي وإلى العالم وهناك مقاييس عالية أيضا هناك أرقام ودلائل تشير إلى أنه كمان السوق الفلسطيني الآن فيه تطور لأنه عم بتسد حاجة المستهلك لأنه عم بقاطع البضائع الإسرائيلية يعني مثلا أحد شركات الألبان يعني كانت تبيع من 200 إلى 600 قلن حليب الآن 4000 شغلت يعني احتاجت أن تشغل موظفين حتى تغطي المستهلك طبعا حاجة المستهلك قامت بزيادة 30% من قدرتها الإنتاجية بالتالي يعني هذا كيف ينعكس على يعني وضع وتطور السوق الفلسطينية وشو المفروض أنه يكون فيه من قبل الحكومة أو يعني خلينا نحكي حتى اتحاد الصناعات الغذائية وبالتكامل مع يعني الجهات الأخرى بأنه يدعم هذا القطاع من أجل أن يسد يعني هذه الحاجة ونحن بدنا نقول نحن دورنا كله تكامل يعني نحن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يجب أن يتكامل نحن اليوم الصناعة في فلسطين يعني ما بتشتغلش معظم المصانع الفلسطين بتشتغلش يعني من 30 إلى 40% من طاقة إنتاجية تخيل إذا صرت تنتج 100% يعني اليوم المصنع اللي بيشتغل دورة واحدة ثمان ساعات وعنده بوظف له 50 عامل إذا تشتغل كمان دورة معناته بيشغل كمان 50 واللي بيشغل 100 كمان بيشغل 200 وهكذا إذن إحنا زدنا الطاقة الإنتاجية لدى المصانع وهذا لن يأتي إلا بزيادة الاستهلاك يعني يعني أنا بتشرب حليب بتشرب حليب ليش أروح أجيب على حليب نوفا ما تجيبش يعني حليب فلسطيني طيب هو يعني إذا خدت الحليب الإسرائيلي نموه يعني بدي يكون أسرع نموه بدي يكبر شو الحكي هذا هذا حليب في مواصفات وأصلا المواصفات اللي بتيجي حاليا كاعدة على البلد سواء من إسرائيل ولا من غيرها معظمها يمكن ما يكونش مطابق للمواصف الفلسطيني يعني البيان اللازم يعني الإسرائيليين أو المستوردين يلتزموا في اللي هي البيان باللغة العربية لازم إحنا نحط المواصفات وكذا معظمها بتيجي كاعدة من دون هاي المواصفة موجودة ليه؟ ليش يعني إحنا نحرم المستهلك يعني فيه شغلات يعني مطلوب من الحكومة طهرب الجمركة اللي إحنا بنكون مشان الله لوزارة المالية إنه خلاص بكفة طهرب الجمركة إذا بحنا بخسر خزينة الدولة خزينة السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية حوالي 30 إلى 40 مليون دولار وإحنا كمان لما تيجي بضاعة مهربة أو مع حاش فواتير أو بيان جمر مزيق ما بنقدر ننفسها كمان بالسوق بالسعر لأنه ما بيدفع ضرائب كاعد ولا بيدفع أنا بيدفع ضرائب كاملة هو مش بيدفع ضرائب هذا الموضوع ويمكن ما عليها رخابة كمان وبالتالي فيه هناك دور يعني يجب أن يتكامل سواء وزارة المالية وزارة الاقتصاد يعني وزارة الصحة إحنا نتمنى عليهم في هذا الظرف تحديدا كمان إنه تتكامل الجهود وإنه إحنا ننطلق